أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 87 مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت 70 منها منطقة روستوف التي تضم مقر عملياتها الحسكرية ضد كييف نعم في المقابل قال الجيش الأوكراني أنه تمكن من إسقاط سبعة صواريخ من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية وأسقط كذلك 17 طائرة مسيرة استخدمتها موسكو في ذات الهجوم في سياق تكثيف روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا قالت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية حلقت فوق ستة مناطق في روسيا سبعون منها فوق أراضي مقاطعة روستوف وفي المقابل قال الجيش الأوكراني أنه تمكن من إسقاط سبعة من أصل 14 صاروخا وكذلك 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات الليلة الماضية على غرب أوكرانيا وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم القوات الجوية أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية الحيوية وأهداف عسكرية خلال الهجوم كما ذكر حاكم منطقة خيملينتسكي أن الجيش دمر 11 هدفا جويا فوق المنطقة الواقعة غرب أوكرانيا وتسببت إحدى الهجمات في نشوب حريق في البنية التحتية لكن دون وقوع أي إصابات وفي بلدة شبيكين بمقاطعة بالغرود الروسية أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة انهيار مدخل مبنى سكني بعد تعرضه للقصف بالتزامن مع هذا التصعيد الميداني تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا سحبت كييف قوتها من أربعة مناطق وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي النيتو وتسببت الهجمات الجوية الروسية هذا الربيع في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا